أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون يُخبر تبارك وتعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه بعد انقلابهم صاغرين كما سبق في الدرس الماضي وما أظهروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة حيث سلكوا سبيل المهزوم في المحاجة سبيل العاجز عن إظهار الحجة فأخذوا في تحريض فرعون على التنكيل بقوم موسى وتشديد العذاب على بني إسرائيل وقال الملأ من قوم فرعون يعني قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه يعني أتدعهم ليفسدوا في الأرض يعني يفسدوا عليك رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ويكفوا الناس عن الإنقياد لك كيف تتركهم؟ وهذا نوع من الاستعداء استعداء فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وهو أسلوب كل مبطل وكل منافق في زمان ومكان فالمنافقون في كل زمان ومكان دائما يخاطبون أصحاب النفوذ والسلطان إذا رأوا أهل الحق كيف تترك هؤلاء؟ يفسدوا الناس يخربوا عقائد الناس كمم أفواهم احجزهم عن الناس وهم بذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فهي سنة من سنن هؤلاء المجرمين ملأ فرعون في تحريضهم فرعون على موسى ومن معه من المؤمنين فأجابهم فرعون فرعون ما يحتاج أحد يوصيه فرعون جاهز للتنكيل والأذى من قبل ومن بعد فهم يقولون كيف تتركهم؟ يفسد عليك الناس قال فرعون مجيباً لهم سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل من قتل الذكور وترك الإناث أحياء فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم بما نشامنا الأعمال وأنواع الخدمة وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ ونسي فرعون القاهر فوق عباده جل وعلا يقول وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ يعني غالبون لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة وهذا نهاية ما يكون من الجبروت والعتو والقسوة من فرعون ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل قال موسى لقوم تسليةً لهم ووصيةً يُصيهم بها في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا وهو جماع التوكل على الله عز وجل وقال سبحانه قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع الثقة بالله وفعل السبب والتوكل هو شرط في الإيمان وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين من عبارات ابن القيم الجميلة تكلم عن التوكل كلاماً عجيباً في عدد من كتبه وبيّن إن التوكل أنه كما قال بعض السلف قال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله لأن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإذا كان الله حسبه يعني كافيه فلا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة استعينوا بالله واصبروا والاستعانة تعني جماعة التوكل على الله وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين إن الأرض لله ذكرهم موسى بقوله إن الأرض لله ليست لفرعون ولا لقوم حتى يتحكموا فيها يورثها من يشاء من عباده يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته والعاقبة حقيقتها هي نهاية أمر من الأمور وآخره كما قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار والمراد بعاقبة أمورهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة المراد بهذا نهايتهم في الدنيا ونهاتهم في الآخرة قال ابن عاشور وقد علم من قوله والعاقبة للمتقين أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون إذا كان في الناس متقون وغيرهم وأن تمليك الأرض لغيرهم إما عارض وإما لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى وهذه الآية تشبه درس مرة بنا نحن في سورة النساء في النصف الثاني من سورة النساء وهو قوله تعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا إذا هم جعلوا السبيل بتخليهم عن شريعة الله وعن دينه وعن التقوى وعن الإيمان فإنه يسلط عليهم على حسب ذنوبهم وحسب ما تركوا من دين الله هنا قال والعاقبة للمتقين والله جل وعلا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون فبحسب وجود الصلاح إذا صار الناس قريبين من بعض في التقوى والصلاح فهنا ما هناك خصيصة واضحة جدا لفريق على آخر قالوا لموسى مجيبين قال بني إسرائيل قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يعني قال بني إسرائيل لموسى حين قالهم استعينوا بالله واصبروا قالوا متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذية فرعون أذينا بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا وما جرى علينا من الإذلال والهوان من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا ومن بعد ما جئتنا برسالة الله لأن فرعون لما غلبت سحرته قال للملأ من فرعون ما قال قال له الملأ من قومه تحريضا على موسى ومن معه أراد فرعون أن يجدد العذاب عليهم بقوله سنقتل أبنائنا ونستحين الساءهم فهم يقولون لموسى نحن من قبل جاءنا أذى من فرعون والآن بعد الرسالة وبعد بعثك بالرسالة جاءنا أذى متجدد فقال لهم موسى كلمة الواثق بالله جل وعلا قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم جاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله حز وجل عسى ربكم أن يهلك عدوكم جاء بموسى عليه السلام بقول عسى ربكم تأدبا مع الله وإقصاء للاتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى نصر الله ودعائه وطلب الفرج منه لأنه لصار الناس أمامهم نبي ويقول لهم أنتم منصورون ربما اتكلوا على هذا لكن أراد منهم موسى أن يزيدوا من الإيمان يزيدوا من التقوى يزيدوا من التضرع لله عز وجل وأيضا تأدب مع الله سبحانه وتعالى لأنه لا يدري ماذا في علم الله عز وجل من الابتلاء عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخرفكم في الأرض يمكنكم في الأرض ويجعل لكم التدبير فيها فينظر كيف تعملون هل تشكرون وتسارعون في طاعة الله عز وجل أم تكفرون وتتثاقلون عن شكره وطاعته لأن الشدة لها وقعها على النفس والرخى له وقعه على النفس ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى مقطع آخر أو فصل آخر فيه ذكر المصائب والعقوبات والنوازل التي أنزلها الله جل وعلا بفرعون وقومه وجعلها آيات لموسى عليه الصلاة والسلام لعل فرعون يتذكر أو يأذن لبني إسرائيل بالخروج مع موسى وقد وقعت هذه الآيات بعد المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحر لماذا؟ لأن الشدة أحياناً تكون نعمة على قوم تسبب الإنابة والخشية ورقة القلب والرجوع إلى لطف الله وإحسانه فقال الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذذكرون ولقد أخذنا الأخذ التناول باليد ومعناه هنا الابتلاء في المدة التي كان أقام بينهم موسى يدعوهم إلى الله لأنه لما ظهرت المعجزة الكبرى لموسى وهو العصاء بقي موسى عليه السلام يدعوهم إلى الله خلال هذه المدة أخذ الله فرعون وقومه بهذه الابتلاءات لعل قلوبهم أن ترق وتلين مع ما شاهدوه قبل من العصاء ومع دعوة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام أخذ الله فرعون بالسنين وقومه أخذهم بالسنين يعني بالجد سنة بعد سنة وتوالي القحط وهل يلزم من القحط والجد أن لا ينزل المطر قد لا يلزم لأنه جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليست السنة بأن لا تنطروا ولكن السنة أن تنطروا وتنطروا ولا تنبت الأرض شيئا هذا القحط هذا السنين الحقيقة الحقيقية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الجدب سنة بعد سنة وتوالي القحط ونقص من الثمرات وهي قلة الثمرات التي تحملها أشجارهم أو إصابة الأشجار بالآفات والعاهات لماذا؟ قال الله لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون وترق قلوبهم ويرجعوا عن كفرهم وغيهم إلى الإيمان فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار ونماء الأشجار الأشجار قالوا لنا هذا يعني نحن أولى بها ونحن أحق بها وإن تصبهم سيئة يعني قحط وجدب ومرض يتشاءموا بموسى عليه السلام يتشاءمون بموسى ومن معه من المؤمنين يجعلون ذلك بزعمهم من مجيء موسى إليهم وإيمان من آمن به وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى والتطير هو التشاؤم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وقال الطيرة شرك كما رواه أبو داود والترمذي والطيرة التطير هذا من أفعال أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون ويتطيرون بالمصاب وبأنواع من الطيور فنهي عن ذلك وقد ذكر الله تعالى هذا عن بعض الكافرين كما في أول سورة ياسين قالوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وهنا فرعون وقومه يجددون التطير بموسى ومن معه قال الله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون نصيبهم من الخصب والجدب والخير والشر كله بأمر الله عز وجل وتقديره ولذلك أسبابه فما يجري عليهم من بلاء وقحط وجدب سببه كفرهم وإعراضهم عن الله عز وجل وعن دينه ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك وهذا دليل على أن فيهم من أحسنت فيهم من يعلم ولكنهم ولكنهم قليل وربما هذا القليل يشايعون مقالة الأكثرين ويقلدونهم ربما هؤلاء القليل الذين يعلمون يشايعون مقالة الأكثرين ثم أخبر الله جل وعلا عن تمرُّد قوم فرعون وعتوهم فهم قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها ليذكروا بماذا قابلوها بازدياد الغرور ولهذا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أيسوا أن يتذكروا بشيء عاندوا موسى عليه السلام حين تحداهم بها وقالوا مهما تأتنا به من أعمال سحرك العجيبة فما نحن لك بمؤمنين وهذا غاية ما يكون من العناد يعني فما نحن لك في ذلك بمصدقين على أنك محق فيما تدعونا إليه فلا تتعب نفسك في السحر بزعمهم يعني ماهما جئت به من آية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق وسمَّوا ما جاء به موسى آية باعتبار الغرض الذي تحداهم به موسى حين الإتيان بها لأن موسى عليه السلام يأتيهم بها استدلالاً على صدق رسالته وهم لا يعدونها آية لكنهم جاروا موسى في التسمية بقرينة قولهم لتسحرنا بها وفي ذلك استهزاء كما حكى الله عن مشرك أهل مكة أنهم قالوا وقالوا يا أيها الذي نُزِّل عليه الذكر إنك لمجنون بقريرة قولهم إنك لمجنون هذا دليل عنه ما يعتقدون أنه ذكر لكن الذكر بزعمك أنت بقرينة وقالوا يا أيها الذي نُزِّع الذكر إنك لمجنون هنا وقالوا ما ما تأتنا بمن آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين لما وصل هؤلاء القوم إلى هذا الحد من التعنت والجحود والكفران بدأت عقوبات الله عز وجل تتابع عليهم وهي عقوبات شديدة مؤذية تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أولاً الطوفان الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ومنازلهم دون أن يلحق بني إسرائيل منه آذاء لأنهم كلهم هم وبنوا إسرائيل يعيشون في مصر في بلد واحد ومع ذلك خص الله فرعون وقومه بالعقوبات دون موسى ومن معه من المؤمنين فجاءهم الماء الكثير الطوفان الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ومنازلهم دون أن يلحق بني إسرائيل منه آذاء والجراد وهو مهلك للزرع والشجر أيضاً وفي تسليط الجراد لفت نظر عجيب إلى عجزهم وضعفهم أمام هذا الجراد الضعيف الذي جعل الله في صورته آية من آيات قدرته كما قال الشريح رحمه الله يقول الجرادة فيها خلقة سبعة من الجبابرة الجرادة هذه الضعيفة فيها خلقة سبعة من الجبابرة رأسها رأس فرس وعنقها عنق ثور وصدرها صدر أسد وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقرب وجناحها جناح نسر ورجلاها رجل جمل يعني هذا الضعيفة الجرادة بهذا الشكل يقول أن الرجل من الناس زرع زرعاً فجاء الجراد فوقع في الزرع الجرادة فصار يفرّك يديه ويقول سبحان من جعل الضعيف المأكول هو القوي الأكول وقال مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تشغل بإفسادي فقال منهم خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي لكنه يأكل الزاد وما زاد سمي الجراد جراداً لأنه لا يقع على شيء إلا جرده أرسلنا عليهم الجراد فأهلك بقدرة الله سبحانه وتعالى زروعهم وأشجارهم والقمل فأرسلنا عليهم الجرادة فأرسلنا عليهم الطفان والجراد والقمل القمل قيل إنه الدباء وإلى الآن العام يسمونه الدباء أي صغار الجراد جاء بسند حسن عن ابن عباس قال القمل الدباء وهو صغار الجراد وقيل إنه نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان واحدته حمنانة أو حمنانة وهذا يمتص دم الإنسان وهو غير القمل المعروف اللي حشر تكون في شعر الرأس والجلد ولسيما عند الوسخ الحمنان هذا القراد أحيانا يكون في أثداء البقر والإبل يؤذي وقيل المراد بالقمل السوس الذي يتوالد في الحبوب ويأكل لبها ويبقي قشرها رؤية هذا أيضا عن ابن عباس ويطلق القمل على صغار الذر وعلى القمل والبراغيث ونوع من القردان قال في لسان العرب القردان دويبة تعض الإبل واحدته قراد بضم القاث قراد قال النحاس ويجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم كلها شر يعني كلها مؤذية إذن الخلاصة إما أن يكون القمل الدبال وصغار الجراد أو يكون نوع من القردان نوع من القراد الصغارها أشد في الأذى الصغارها أشد فما يكون تكريم أو السوس أو القمل المعروف أو البراغيث المهم منها عذاب والضفادع جمع ضفدع وهو حيوان معروف يكثر عند الأنهار والمستنقعات له نقيق كثير وذكر ابن حجر في شرح البخاري عن الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبحري فالبري يقتل آكله والبحري يضره والله أعلم وقد ورد حديث في سنن نبي داود على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع فسلت الله على قوم فرعون الضفادع فملأت بيوتهم وأوانيهم وكثرت وصارت في كل مكان تطأ يطأ يطأ الناس الضفادع بأرجلهم فتتقدر بها البيوت والطرقات بل ذكر بعض المفسرين أن الضفادع صارت في أوعيتهم وطعامهم وشرابهم حتى الواحد منهم إذا تكلم قفز الضفدع إلى فمه في نوع من الأذى وسلمت منازل بني إسرائيل منها والدم الدم إما أن يكون فشى فيهم الرعاف الشديد كما قاله كما قاله بعض المفسرين أو كما قال كثير من المفسرين أن ماءهم الذي يشربون انقلب دما وما يطبخون طعامهم إلا بدم والعياذ بالله فانقلبت مياه فرعون وملأه القبط إلى دم وذكر بعض المفسرين في هذا أشياء كثيرة أن الرجل الإسرائيلي يشرب الماء فيطلب منه القبط أن يطعمه الماء فيطعمه إياه فينقلب بأمر الله دما في الحال آيات مفصلات ومن آيات الله عز وجل أنصان بني إسرائيل عن جميع هذه العقوبات هذه الآيات مفصلات أي علامات ودلالات على صحة نبوة موسى صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة ما دعاهم إليه لأنها مقرونة بالتحدي ودليل على غضب الله عليهم حين أعرضوا عن الإيمان برسوله واتباع شرعه وهذه الآيات أيضاً دليل على كذبهم وظلمهم مفصلات فصل بعضها عن بعض وجعلت متواترة متتابعة يتلو بعضها بعضاً قال ابن عباس كما صح عنه فكانت آيات مفصلات بعضها في إثر بعض ليكون لله الحجة عليهم فأخذهم الله بذنوبهم فأغرقهم في اليمن فيه متتابعات آية وبعدها الآية الأخرى لعلهم يذكرون ويتعظون فاستكبروا هذه النتيجة استكبروا وكانوا قوماً مجرمين والاستكبار شدة التكبر كما تدل عليه السين والتاء لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالباً فاستكبروا يعني حصل منهم شدة التكبر يعني عدوا أنفسهم كبراء ترفعوا عن الإيمان بالله ورسوله موسى وكانوا في سابق أمرهم لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل وكانوا قوماً مجرمين والإجرام فعل الجرم وهو الذنب قال ابن جرير الطبري يقول كانوا قوماً يَعْمَلُونَ بِمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْفِسْقِ عُتُوًّا وَتَمَرُّدًا كانوا قوماً يَعْمَلُونَ بِمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْفِسْقِ عُتُوًّا وَتَمَرُّدًا ثم قال الله تبارك وتعالى وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاهِدَ عِندَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ الرِّجْز أي العذاب وهو ما تقدَّم من قوله تعالى الطوفان وغيره والتعريف باللام هنا للعهد أي العذاب المذكور فإنه رجز وعذاب والرجز من أسماء الطاعون كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه قال عليه الصلاة والسلام الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه وقد جاء في بعض الأخبار أخبار الذكرى بعض المفسرين أنه هلك منهم في يوم واحد ما يقرب من سبعين ألفاً بسبب الطاعون وهم لا يعجب الإنسان من هذا لأنهم أمة عجيبة لكن نلاحظ هنا أن الطاعون المذكور في الحديث غير الطاعون المذكور هذا أرسل على بني إسرائيل وذاك أرسل على فرعون قالوا ادعو لنا ربك فيجوز أن يراد بالرجز الطاعون يصابهم طاعون الجاه من التضرع بموسى عليه السلام فطوي ذكره للإيجاز فالتقدير وأرسلنا عليهم الرجز ولما وقع عليهم الرجز وإنما لم يذكر الرجز في عداد الآيات التي ذكر الله تعالى في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد وأفرد الرجز خصصه بالذكر لأن له نبأ عجيبا ما هو العجيب؟ أنه هو الذي ألجأهم إلى الاستنجاد في موسى لأنه موت ما بعد أن موت شيء ألجأهم إلى موسى عليه السلام واعترفوا بآيات موسى ووجود ربه قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عاهد عندك أي تشفعوا بموسى بما عاهد الله عنده من الوحي والشرع يعني كانهم يقولون ادعوه بما علمك ربك كانهم يقولون ادعو ربك بما علمك من وسائل إجابة دعائك عند ربك ادعو ربك الله جل وعلا أعطاك الوحي والشرع وعلمك طرق وسائل تدعو بها ربك ادعو ربك ادعو لنا ربك بما عاهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وهم في ذلك كذبة لأنهم يقول لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن اللام هنا موطئة لي موطئة للقسم حسنت وجملة لنؤمنن لك جواب القسم وهم في ذلك كما قلت كذبة ما قصدهم إلا فقط ليزول ما حل بهم من العذاب وظنوا أنه إذا رفع لا يصيبهم غيره فدع موسى عليه السلام ربه فكشف عنهم الرجز الذي حل بهم ورفع الله عنهم العذاب إلى إلى أجل هم بالغوه إلى مدة ليستوفوا أيامهم التي جعلها الله عز وجل لهم من الحياة أجلا إلى أجل هم بالغوه إلى مدة ليستوفوا أيامهم التي جعلها الله عز وجل لهم في الحياة إلى مدة معينة قال مجاهد إلى أجل هم بالغوه قال عدد مسمى من أيامهم لكن إذا هم ينكثون عهودهم التي عاهد موسى عليه السلام عليها ويقيمون على كفرهم ولا يرسلون بني إسرائيل بل استمروا على كفرهم وعلى تعذيب بني إسرائيل فماذا كانت النتيجة قال الله فانتقمنا منهم النتيجة فانتقمنا منهم يعني حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم أمر الله تعالى موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره جل وعلا أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده فأرسل فهنا لما خرج موسى عليه السلام ومعه بني إسرائيل كما سيأتي في الآيات تبعهم فرعون وملأهم أرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل وقال لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين كما في سورة الشعر وفي سورة طاها تفصيل الإغراق والقرآن يفسر بعضه بعضا قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هواء الآيات وقال هنا فأغرقناهم في اليم يعني في البحر الأحمر فأغرقناهم في اليم في البحر يعني بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولفظة اليم بعض أهل العلم من المفسرين يقول اليم هو البحر الذي لا يدرك قعره العميق الذي لا يدرك قعره وقد أغرق الله فرعون وجنده في البحر الأحمر حين لحق ببني إسرائيل يريد صدهم عن الخروج من أرض مصر بأنهم ألباهنا للسببية يغرقناهم جزاء على تكثيبهم بالآيات وإعراضهم عما دلت عليه من الحق وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قال ابن كثير يخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وتمت كلمة ربك الحسنى ما هي كلمة الله الحسنى قوله ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وقيل وتمت كلمة ربك الحسنى هي وعده السابق على لسان موسى حين قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون تمت كلمة ربك الحسنى إما أنها قوله نريد أن نمن وإما قول موسى عليه السلام عسى ربكم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون خربنا ما كان فرعون وقومه يصنعون من العمارات والمزارع والأبنية الهائلة وما كانوا يعرشون قال ابن عباس يبنون وقيل ينشئون من الجنات ذات العرائش والعريش ما يرفع من دوال العنب ونختم بالإشارة إلى قوله وتمت كلمة ربك للنبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن الذي حقق النصر لموسى وأمة على عدوهم هو ربك جل وعلا فسينصرك وينصر أمتك على عدوكم لأن ذلك الرب جل وعلا الذي نصر المؤمنين السابقين هو الرب الذي ينصر عباده المؤمنين في كل زمان ومكان وتلك سنته وصنعه ولن تجد سنة الله تبديلا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعليه الصحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا